بمنزلها الكائن بجهة حمام الأن في محافظة بن عروس استقبلتنا السيدة لطيفة حاملة سورة ابنها بين يديها وتخنقها العبرات في حديثها عنه هي واحدة من ألاف الأمهات اللا اكتوين بنار الهجرة غير النظامية حكايتها تعود إلى 12 سنة خلت عندما ركيب ابنها صبر أحد قوارب الموت رغم تحصيله شهادة جامعية ومنذ ذلك الحين وهي تنتظر عودته تختزل المسافة بين ظفتي المتوسط أحلام جل تونسيين الباحثين عن مستقبل أفضل أحلام قبرت مراكب الموت والهجرة غير نظامية جثث الألاف من أصحابها في واحدة من أقسى قصص المعاناة الإنسانية التي قد لا تكفي المعالجة الأمنية لإيجاد حل لها قصة صبر وألاف المهاجرين غير النظاميين تؤرق السلطات التونسية ونظيرتها الإيطالية وزيراء الخارجية والداخلية الإيطاليين يحلان بتونس وعلى طويلة النقاش مع المسؤولين التونسيين هذا الملف شأك أما ما رشح فهو ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذه الظاهرة تتجاوز البعد الأمنية بالنسبة للهجرة أكدنا مجددا أنه يجب معالجة هذه الظاهرة من جذورها المشكلة ليست أمنية فقط رغم أنها كذلك يجب فهم الأسباب التي تدفع الآلاف والآلاف لمغادرة بلدانهم نحو الضفة الشمالية من المتوسط ورغم هذه التأكدات الرسمية تتهم منظمات المجتمع المدني المعنية بملف الهجرة تتهم السلطات التونسية ونظيراتها الأوروبية بعدم البحث عن أسبابها العميقة وتوفير الأتر والآليات المناسبة لمعالجة الظاهرة الشباب قاعد يموت وعائلات قاعدة تعاني الحل الأمني ليس بكافي ينتظر مع تتجاوب من السلطة خاصة الإيطالية أنها تدفع في أموال ليس بحسبة قوارب للحراسة وإنما مشاريع لهؤلاء الشباب والشابت وبلغة الأرقام وصل 18 ألف تونسي السنة الماضية إلى السواحل الإيطالية فيما بلغ عدد الواصلين خلال النصف الأول من يناير الحالي أكثر من 1700 شخص وليد عبدالله العربية تونس 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 اشتركوا في القناة